يخوض تحالف السيادة السني جهودا من أجل فك عقدة الآلاف من المهجرين من مدنهم قبل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل لكن هذه الجهود تستدم بيفيتو من قبل الفصالة الشيعية المسلحة ويوجد حوالي نصف مليون عراقي ممنوعين من العودة إلى بلدانهم ومدنهم منذ أن جرى تهجيرهم منها في العام 2014 في خضم الحرب على تنظيم داعش الإرهابية ومن أبرز المناطق المعنية مدينة جرف الصخر وجزء من العويسات وذراع دجلة والثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار وبلدات في محافظة صلاح الدين أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد والطوز ومكحول إلى جانب مناطق في شمال شرق محافظة ديالة وأهمها المغدادية وحوض العظيم والسعادية ووفق تحالف السيادة فقد كان ملف المهجرين أحد النقاط الرئيسية التي جرى الاتفاق عليها مع الإطار التنسيقي والتي تم بموجبها إنهاء الأزمة السياسية التي تفجرت على إثر الانتخابات التشريعية التي جرت العام 2021 وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بالمضي قدما في تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة الآلاف من العائلات العراقية فقوى الإطار التنسيقي ترى بأنها في وضع مريح لا سيما بعد نجاحها في تبرير قانون الانتخابات وبالتالي هي ليست في حاجة إلى تقديم استرضاءات أو هدايا سياسية لتحالف السيادة قبل استحقاق المحافظات اشتركوا في القناة